ازايكم عاملين ايه يا رب تكونوا كلكم بخير? فيديو النهاردة زي ما انتم شفتوا كده في العنوان وهو عن برايمر بتاع بريتي وومن وكمان البودر الحواجب بتاع بريتي وومن اللي اتنين هنتكلم عنهم النهاردة آآ بكل حاجة عنها التفاصيل وخمته وسعره كل حاجة عايزة تعرفيها هنتكلم عنها في الفيديو ده. لو انت اول مرة تشوفيني انا عبير بعمل فيديوهات وريديوهات عن منتجات كتير جدا واي حاجة ممكن تهتمل بها في حياتك اليومية ما تنسيش الاشتراك بالقناة واتبع على زر الجرس علشان يوصلك اشعر بكل فيديو هينزل الفولترة الداية ان شاء الله عشان تتابعينا وكمان آآ هسيب لكم تحت لصفة للنستجرام بتاعتي هتطلع لكم دلوقتي صورة على شيء ما تطلع بطوش بنزل فيها آآ الموضة والديكور واي حاجة ممكن تتخيلوها من اهتم بها في حياتنا اليومية بنزلها على الصفحة دي وما تنسيش تعملوا الرفول وهناك هناك هسوكوا حاجة كتير قوي 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 ويلا بينا نكمل الفيديو. فيديو النهاردة هو عن منتج من منتجات فيديو مشترياتي آآ اللي كنت عاملها من قريب جدا وقلت لكم وهعمل عن كل حاجة فيديو لوحده. لو انت لسه ما شفتش الفيديو ده دلوقتي هيطلع حرف الاي هنا كده. آآ دوسي عليه هيحولك على طول للفيديو. او هسيبه لك تحت في صندوق الوصف هتلاقي آآ فيديو مشترياتي هتفرجي عن آآ كل حاجة اشتريتها من كل حاجة علشان تعرفي الفيديوهات الجاية ايه? من و بس كده يلا نكمل. اول حاجة هتكلم عنها هي من ده شكل الازازة. هي كان نزل لها اشكال كتير بس ده اخر اصدار لها. اهي ده اللون الابيض. آآ عايز اتكلم اول حاجة في النقطة دي. هو نازل منه الابيض والبينك والاخدر. عايز اقول لكم ان كل واحد مش هيفرق معك في خالص. يعني اشتريت الابيض اشتريت الاخدر. كل واحد هو مجرد لون. لكن النتيجة آآ واحدة ما فيش اختلاف. مبدايا كده هنتكلم عن شكل البكتش بسو شكلها شيك جدا. وصغيرة. يعني ممكن تحطيها في شمتاتك بكل سهولة. ايه. خمسين ميلي. وده شكل الخارجي بتاعها. وهنا بيقول لنا الالوان المتوفرة اللي هتلاقيها آآ في السوق يعني. ده اول حاجة. آآ شكلها مش وحش. تاني حاجة. بصوا. ده كده الغطب بتاعها. بام. ودي طبعا بتسهل علينا الاستخدام جدا. آآ هوريكم برضو آآ لما بينزل بيبقى شكله عامل ازاي? ونحطه على البشرة. بيبقى بتاعه عامل ازاي? شايفين القوام بتاعه هو تقيل شوية يعني ايه? عامل زي الجيل شوية. مبدأين رحته حلوة قوي. انا بحب رحته جدا. بصوا عاملين ازاي? بصوا. ده شكله على البشرة. انا هوا. ما بيش. ده شكله على البشرة. شكله حلو جدا. وستيكي كده يعني آآ لما تحط عليه هيخلي سباته اعلى. وكمان هيخليه سهل الدمج. يعني ان عامل اللي فيه دي لما تحط عليه هتعرف تدمجيه بسهولة جدا. وهيبقى شكله حلو جدا. ودي ميزة من مميزاته اللي تخلينا ممكن نقول انه هو حلو ويستاهل اللي احنا نجيبه خصوصا سعره. انا جاباه باربعين جنيه بس. تخيلوا بقى برايمر باربعين جنيه. من بريتيوومن. احنا عارفين ان بريتيوومن اصلا اصعارها حلوة قوي. والبروتكت بتاعها آآ كوالت بتاعه حلو. مش اللي هو ما ينفعش نشتريه. او مش كوبي. آآ الكوبي هو لما تلاقي مسلا آآ اسمي مسلا هنا هودا بيوتي. هو مش هودا بيوتي. ده الكوبي. لكن ده بريتيوومن يعني ده اسم الشركة منفاصل لوحده. آآ يعني نشتريها واحنا متطمنين عارفين ان ده اسم الشركة في السوق من قلقش منه غير لما تلاقي اسم الشركة عالمية على منتج انت مش عارفة هو اصله ايه اللي هو بالبلد كده آآ معمول تحت بريسل هو ده. لكن بريتيوومن لا هو آآ شركة موجودة في السوق ومنتشرة جدا وكل شكر فيها. انا شخصيا استخدمت فيها حاجات كتير حلوة قوي. آآ بس انا حبيتها بس انوه عن النقطة دي علشان في ناس بتتلعبط من الكوبي ومن آآ ومن الشركات الصيني او كانت مصرية ايا كان آآ جنسيتها ايه لكن هي مش كوبي. دي اول حاجة خصوصا لما تلاقوا سعرها رخيص هتستغربوا السعر ده ازاي وكده لا اه هي حلوة سعرها حلوة جدا. آآ نرجع تاني آآ للبرايمر. آآ زي ما قلت لكم كده هو آآ ناعم ويستيك يهبوسوا بدأ ينشف شوية على البشرة. ولما تحط عليه بيديله سابات اكتر. ودي حاجة كويسة. وعايز اقول لكم كمان حاجة غريبة شوية بالنسبة لسعره هو بيسد المسام لحد كبير. ومش مية في المية بس بيقلل من شكل المسام على البشرة ودي حاجة كويسة جدا. بنحتاجها في برايمر آآ محتاجين برايمر يعمل الموضوع ده. فبيبقى غالي شوية علينا. فمنقدرش نجيبه خصوصا مسلا لو انتم طلابة في جامعة او لسه مبتدية ايا كان او عروصة. فمش قادر تجيبي برايمر غالي خصوصا ان هو مش هيبه استخدام يومي. فتبقى مش عايز تجيبي حاجة غالية فانتي هاتي حاجة زي كده. يعني لأ مش وحش على فكرة. بس كده آآ انا بس حبيت اقول لكم آآ عنه. بس عايز اوضح حاجة كمان نستقلها لكم. هو مرتب بشرة حلو جدا. بيرتب البشرة بطريقة حلوة قوي قوي. يعني بتحطيه كده وتحس ان فيه زي انت عاش للبشرة. لأ بجد يستاهل انك تجيبيه. دي اول حاجة عايز اقولها لكم. ان هو فعلا يستاهل انك تجيبيه. سواء بقى جبت الابيض الاخضر البنك. لأ مش هتفرق معك اي حاجة. يعني مش بيعالج بقى الاحمرار او بيتانسل اي مشكلة في البشرة. لأ هو كل واحد. يعني كله زي بعضه. آآ هو 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 هيجيبيه. سواء لترتيب او بتقلل شكل المسام فيه. وسعره كويس. دي حاجة بيعطقش انها وحش خالص خالص خالص. وانا دايما معوداكم اللي بيجيب لكم الحاجة الكويسة بسعر كويس. وعايز اقول لكم اللي انا جايبها من محل آآ يكاد ببيع بسعر جملة. لكن هو مش محل جملة. يعني مسلا لو نزلت الازهر او نزلت الموسكي المحلات دي هتجيبيه بنفس السعر ده تقريبا. مش هيزيد كتير. لكن لو جبت محل آآ ببيع يعني كده ايا كان سطور شكله عامل ازاي? هتلاقي اغلى شوية بس مش هيبقى اغلى قوي يعني ممكن اعتقد تلاقي مسلا خمسين حكا كده او اتنين وخمسين ده يعني انا مش متأكد قوي لاني مش جايبها من السطور انا جايبها من محل ببيع بسعر الجملة. بس كده انا حبيت بس آآ اتكلم عنه باستفادة يعني علشان تجيبيه وانت متطمنة. معنا النهاردة وهي بودر الحواجب من بريتيومان. هفتح لكم علشان تشوفوا الالوان عاملة ازاي? الدرجات طلعة في الكاميرا بالزبط. ودي كانت رقامها. زير وتلاتة. مبدئيا هي سعرها طبعا رخيص جدا حوالي خمستاشر جنيه تقريبا. كنت جايبها لما اشتريت آآ آآ البرايمر بتاع بريتيومان. آآ مبدئيا كده هي الوانة حلوة. يعني بالنسبة لي دي الوانة حلوة. سعرها طبعا خرافي خصوصا ان انت هتستخدمها استخدام يومي. مش مسلا شغل ميكوب او عروسة. لأ مش هتنفع الحاجة دي خالص. دي استخدام شخصي. سواء بقى خارجة آآ راحة الجامعة راحة للشغل آآ نزلة ايا كان. دي حلوة كاستخدام شخصي او استخدام يومي بمعنى صح. آآ مناسبة قوي. الوانة حلوة هتلاقي درجات كتير قوي لها. يعني ممكن تلاقي الالوان اللي هتنسبك. هي لها فرشة بس مش احسن حاجة في الدنيا. انا بستخدم لها فرش سنجل. زي مسلا الفرشة دي. دي بكن تجايبها الواحدة مش طبع طقم فرش يعني. هي شايفين عاملت ازاي? هي حدة. ونعمة قوي. حلوة قوي في الرسم. يعني انا بارفرسن بها بسهولة جدا. وفي فرشة تانية دي. اهي. مشطورة برضو حدة. دي برضو بتستخدم حلوة قوي. طبعا انت هتستخدمي قبلهم طبعا بتاعت الحواجب. بتصراح بيها الحواجب الاول. بعد كده علشان يبان معك فراغات الحاجب علشان دايما البودر بنستخدمه للفراغات اللي في الحاجب. لكن مش لرسمي كامل. يعني انت حواجب ضعيفة قوي ما فيها شعر كتير مش هينفع معك بودر. لازم ان تستخدمي معها الجل. لكن انت عندك قريدي شعر بس في اماكن مفرغة. لازم تستخدمي البودر دي احسن حاجة. وخفيفة على البصرة. وهتعرفي ترسمي بها كويس جدا. وتختاري طبعا الالون اللي انت تحبيها. بس كده. بس كده حلوين انا حبيت بس اقول لكم رأيي عن من وكمان بودر الحواجب. لو حسيت انك استفدت باي معلومة اه ادعمينا بلايك واشتراك بالقناة واتبع على زر الزرز. علشان يوصل لكل جديد. الفيديوهات الجاية ان شاء الله هتوبقى احسن واكتر. اه بس كده. لو حابين تسألوا على اي حاجة انزلوا تحت في الكومنتات ابعتولي اه اسئلاتكم. ولو عايزين نعمل عن اي حاجة. اكتبها لي برضو في كومنتات. وشوفوا تحبوا نعمل عن ايه? او تحبوا نتكلم عن ايه? الفترة الجاية. بس كده يا رب تكون الفيديو عجبكم. وشكرا لكم باي باي. اشتركوا في القناة.